أهلا بكم مشاهدين الكرام وإلى ملف الانتخابات التركية حيث قال الرئيس التركي رجب تايب أردوان إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في الرابع عشر من مايو الجاري ستكون الخطوة الأولى لمثل تركيا القوية بحسب تعبيره جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في تجمع جماهيري لأنصاره بولاية ريزا شمال شرقي البلاد ودعى أردوان جميع المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وأشر أردوان إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية أنجزت خلال 21 عاما من المشروعات ما لم يتمكن الذين سبقوا في حكم البلاد من إنجازها على مدى 70 عاما بحسب قوله ووعد أردوان أنصاره بالمزيد من المشاريع العملاقة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في المقابل قال المرشح الرئاسي وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أغلو قال إن مشكلة اللاجئين ليست متعلقة بالعنصرية ولكنها متعلقة بنقص الموارد التركية والملايين سيعانون إن لم نتخذ التدابير اللازمة إن مشكلة اللاجئين لن يتنقلها إلى موضوع العنصرية فمشكلتنا ليست متعلقة بالعنصرية بل هي فيما يتعلق بالمصادر الطبيعية وكل المؤشرات تشير إلى أننا لو لم نتخذ أي التدابير اللازمة فنهر فرات ودجلة سيعانون مشاكل كبيرة وكذلك الزراعة ستتأثر في شرق تركيا وكذلك أيضا سيكون هناك نقص في المياه وهذا سيؤثر على تركيا وعلى الدول المجاورة في سوريا والعراق هناك أكثر من 60 مليون من الناس سيعانون مشاكل كبيرة في حل لو لم نقم باتخاذ التدابير اللازمة فستكون هناك هجرة من سوريا ومن العراق بعدد كبيرة إلى تركيا فحاليا البنية التحتية وكذلك المصادر لا تكفي لتركيا المواطنين في تركيا فلذلك تركيا لا تستطيع أن تتحمل هذا الأرض الكبير فلذلك يجب أن نحل هذه المشكلة تركيا عندما تفقد بنيتها التحتية ومصادرها فأوروبا يجب أن تفهم هذا الموضوع وفي هذه الحالة لا يمكن أن نوقف الهجرة وحتى الأتراك أيضا لا يمكن أن نوقفهم عن الهجرة وتتواصل عمليات التصويت في الانتخابات التركية للأتراك بالخارج في عدة دول وقد رصدت الجزيرة مباشرة الناخبين أمام أحد مراكز الاقتراع في لبنان هذا وتتواصل عمليات التصويت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء يوم الرابع عشر من مايو الجاري وهو اليوم الذي سيتوجه فيه الناخبون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصواتهما وينضم إلينا الآن عبر الأخمار الاصطناعية من أنقرة سيد أمر الله إشرا رئيس لجنة الشباب والرياضة في حزب العدالة والتنمية عضو البرلمان التركي ونائب رئيس الوزراء السابق سيد أمر الله حييك على الجزيرة مباشرة ودعني أبدأ من هذا الجزء الذي عرضنا لسيد كمال كالتشدار أغلو عندما تحدث عن اللاجئين السوريين وقال أننا ليس من باب العنصرية فكرة ترحيل السوريين إلى خارج البلاد وعدم استقبال لاجئين آخرين لكن المسألة متعلقة بالاقتصاد والموارد بشكل عام هل تتفق مع هذا الطرح من قبل كمال كالتشدار أغلو أم لا طبعا السيد كمال كالتشدار أغلو أم لا طبعا السيد كمال كالتشدار أغلو مرشح المؤارضة منذ سنوات تائما يتكلم عن ترحيل وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم هذه ليست أول مقولة بل هو تكلم سابقا إدة مرات في السنوات الماضية في الحقيقة موضوع اللاجئين ليست أمامنا كملف أساسي في هذه الانتخابات الآن اللاجئون السوريون موظمهم عندهم عمل ويشتغلون في الصناعات في الحقيقة تركيا تحتاج إلى أعمال السورية في الوقت الراهن كل أصحاب المصانع وأصحاب الشركات كلهم يبدون عن هذه الاحتياج بالنسبة لهم في الحقيقة سوريين موظم السوريين اللاجئين تأقلموا مع الجو التركي وبدوا يشتغلون حتى بعضهم أسس مصانع أسس الشركات فالحمد لله طبعا في صداقة حقيقية نحن نعتبرهم أشقاء لنا في وقت أزمتهم في وقت الصعوبة هم أتوا إلى تركيا فالشعب التركي رحب بمجيئهم وقدم كل دعم وكل التسهيلات بالنسبة للسوريين لكن طبعا العدد متزايد جدا يبلغ أربعة ملايين بالإضافة إلى ذلك بعض اللاجئين الآخرين من الدول العربية الأخرى لكن في الحقيقة الذين يتبعون سياسة عنصرية سواء كان حزب الشعب الجمهوري من وقت لآخر يبدون عن هذا الرأي ولكن هناك أيضا سياسيين آخرين دائما خاصة حزب الزفر رئيس حزب الزفر رغم أنه بروفوسور أكاديمي ولكنه أظهر أنه أنصري جدا وأبدأ تصريحات مستفزة في الحقيقة ولا يليق بأي إنسان تركي مع الأسف لكن أنا أتوقع أن السوريين تأقلموا مع الجو التركي والشعب التركي الآن ما بقي لهم أي مشكلة مع السوريين حتى أنا موجود في الساعة لم ألتقي أي شكاية أي انتقاد من وجود الإخوان اللاجئين لكن اسمح لي وبصراحة شديدة ملف السوريين في تركيا ألا يعد نقطة ضعف في هذه الانتخابات فيما يخص حزب العدلة والتنمية وفيما يخص حتى الانتخابات الرئاسية للرئيس أردوغان في الحقيقة طبعا معظم السوريين لم يحصل على الجنسية عدد قليل جدا منهم حصل على الجنسية خلال 11 سنة تقريبا فلا يتجاوز عدد المجنسين من السوريين 200 ألف فقط هذا الرقم الذي أنا سمعته من وزير الداخلية قبل أشهر لذلك ليس عدد كبير جدا عدد الناخبين الآن تجاوز 65 مليون يعني لو هناك مجنسين عددهم يبلغ 650 ألف معنا ذلك أنهم يشاكلون فقط 1% فلذلك طبعا أكيد هذا العدد لهم يكون تأثير في الانتخابات ولكن تأثير مصيد جدا لا أنا أعفوا أن أردوغان أعفوا أن أردوغان لعلك ألمحت لنقطة مهمة وهي فكرة العدد وللحقيقة هذه نقطة مهمة لكن كان مقصد سؤالي أن المعارضة تتخذ ملف اللاجئين كنقطة ضعف عند الحكومة وعند الرئيس أردوغان تحاول كما يقولون تلعب على هذا الملف لاستقطاب أصوات الأطراق خصوصا وأن تركيا تمر بالفعل بأزمة اقتصادية في الحقيقة في هذه الانتخابات أنا منذ أكثر من شهر في الساعة في الميدان وألتقي كثير من الناس واليوم أيضا تقريبا زرت 150 محل في بلدتي وأقدت اجتماع مساء في الحقيقة قبل أشهر كان موضوع ملف اللاجئين السوريين كان موضع النقاش لكن في الأشهر الأخيرة خاصة بعد حادثة الزلزال لا أحد يتكلم عن السوريين ولا أحد يشتكي عن السوريين لذلك ملف السوريين في هذه الانتخابات لن يكون عاملا رئيسيا ولن يكون له أي تأثير كبير على نتائج الانتخابات الآن في الآونة الأخيرة حتى حزب الشعب الجمهوري ورئيس حزب الشعب الجمهوري لا يتطرق إلى موضوع ملف السوريين لا يتطرق أبدا ربما يتطرق بسيط جدا لكن لا يركزون على هذه النقطة خاصة بعد حادثة الزلزال لا أحد يتكلم عن هذا الموضوع طبعا أستفيد بكونك رئيس لجنة الشباب والرياضة في حزب العدالة والتنمية سيد أمر الله لأن هناك من يقول ومن يطرح أن إحدى الإشكاليات التي ستواجه الحزب في الانتخابات القادمة وحتى رئيس أردوغان هي دخول العدد ليس بالقليل من الشباب لسن الانتخابات وهؤلاء لم يروا تركيا قبل حزب العدالة والتنمية ولم يروا أمامهم إلا حزب حاكم واحد هو العدالة والتنمية ورئيس واحد هو رئيس أردوغان وبالتأكيد هؤلاء يميلون للتغيير فهذا صحيح هذا الطرح صحيح هؤلاء سيكونون عقبة بالنسبة لكم ونقطة ضعف بالنسبة للحزب والرئيس أم لا في الحقيقة طبعا الشباب يعني عدد الشباب اللي أول مرة يصوتون في هذه الانتخابات يبلغ خمسة ملايين تقريبا طبعا الشباب يتأثرون من مواقع التواصل الاجتماعي ففي الحقيقة هناك في مواقع التواصل الاجتماعي هناك حملة كبيرة ضد حزب العدالة وضد الرئيس لكن أنا في النهاية معظم الشباب لا يصوتون في صالح المعارضة أنا أتوقع أن نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية والسيد أردوغان أصوات السيد أردوغان تقريبا نفس النسبة المتقاربة مع السن المثلا فوق السلاسين أربعين لذلك أردوغان دائما يقول الشباب يدعمنا فالسيد أردوغان في الأشهر الأخيرة دائما يعقد اجتماعات مع الشباب في كل المدن التي يزورها مؤخرا فمثلا اليوم أنا كنت قبل قليل مع مجموعة كبيرة من الناس فأحدهم قال كانت بناتي وأصدقائهن كانوا يتكلمون ضد أردوغان وضد حزب العدالة والتنمية قبل شهرين أو سلاسة أشهر لكن في الآونة الأخيرة حينما اقتربت الانتخابات والشباب أيضا يتابعون بدقة وعن كثب تصريحات السياسيين فلذلك البنات هذا الشخص قال أنا لازم أصوت لأردوغان ولا أستطيع أن أصوت لكلشترولو أو للمنشهين الآخرين الشباب يتأثرون من آبائهم وأماتهم أيضا لذلك أنا أتوقع أن نسبة أصوات أردوغان وأصوات حزب العدالة من الشباب ستكون متقاربة للمسنين ومتوسط السن طيب دعنا نذهب إلى نقطة أخرى سيد بن الله متعلقة بالأوضاع الاقتصادية هناك تضخم كبير في تركيا تراجع لليرا حصلت في الفترة الأخيرة الأصار تزيد بشكل كبير هذا لا يستطيع أحد أن ينكره حتى بالأمس كانت معي إحدى القيادات بحزب الشعب الجمهوري وقالت لي حتى ما فائدة أي إنجاز أو مشروعات يفتتحه الرئيس أردوغان طالما في النهاية أنا لا أستطيع أو المواطن التركي لا يستطيع أن يشتري ما يكفي من خلال مرتبه أو مع زيادة الأصار الكبيرة هل هذا كلام صحيح وأنتم تواجهون إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالتراجع الاقتصادي ونسب التضخم الغير معهودة في تركيا طبعا عامل الاقتصاد قبل سنة أو قبل ستة أشهر كان عامل مؤثر جدا خاصة سلبيا على أصواتنا وعلى السيد أردوغان لكن في الأشهر الأخيرة في الحقيقة التضخم تراجع بشكل كبير في السنة الماضية كان تدخم بلغ 85% لكن اليوم أعلن أيضا وزارة المالية نسبة التضخم السنوي الآن أقل من 50% يعني في تراجع كبير جدا وفي الأشهر القادمة حتى نهاية السنة هذه نهاية السنة أنا أتوقع أن نسبة التضخم ستكون أقل من 30% ربما 25% وكذلك وزير المالية يدلي تصريحات في هذا الاتجاه طبعا تراجع الأسعار في الحقيقة نعم هناك غلاء لكن في نفس الوقت الحكومة زادت من مرتبات المتقائدين وكذلك الموظفين والعاملين مساء أدنى الأجور بلغ 8500 ليرة يعني ارتفعت نسبة أدنى أجور ثلاثة أضعاف بالمقارنة قبل سنة واحدة لذلك أردوغان دائما يدلي هذا التصريح ويؤكد على هذه النقطة وكذلك حزب العدالة والتدمية أننا لن نسوع لأن يتضر الموظفين والعاملين والمتقائدين من الغلاوة ومن ارتفاع الأجور ففي نفس الوقت الحكومة ترفع من أجور الموظفين والعاملين والمتقائدين أكثر من التدخم نسبة التدخم يعني في السنة الماضية حكومة رفعت أجور الموظفين والمتقائدين في حدود 100% لذلك موظم الناس لا يشتكون من الغلاوة ولا من التدخم مثلا أنا في الساحة كل يوم لم أسمع من أحد أنه يعني يشتكي من رفع الأجور الأسعار بالتأكيد هناك من يشتكي رفع الأسعار رفع الأسعار أكيد في ناس بتشتكي لو ممكن حدثك ما كنتش بتقابلهم لكن تركيا بلد كبير وواسع لكن اسمح لي أن أعود معك لفكرة استطلاعات الرأي لأن هناك بعض استطلاعات الرأي وأنا لا أعلم للحقيقة مدى صدقيتها وجديتها تتحدث عن تقدم كبير لسيد كليتش داروغلو على الرئيس أردوغان وليعني تحالفهم فيما يخص الانتخابات البرلمانية ما مدى دقة هذه الاستطلاعات سيد إمرو الله في الحقيقة طبعا هناك أكثر من شركة شركات استطلاعات الرأي لكن هذه الشركات أحيانا تعمل من أجل إظهار صورة جيدة لبعض الأحزاب فمع الأسف حينما هذه الشركات تتلقى المال تقوم باستطلاعات الرأي حسب طلب الحزب أو الجهة المعنية لكن الكل يعلم أن هناك هذه الشركات أحيانا تقدم أرقام خيالية يعني فيه فارق كبير بين أردوغان وبين كليتش داروغلو مثلا 10% أنا أستطيع أن أجزم أنني منذ 15 سنة في الساحة دخلت في انتخابات تشرية خمس مرات أنا شخصيا وكذلك شاركت في كل الحملات الانتخابية اعتبارا من سنة 2007 أول مرة أرى أن الساحة في صالحنا أكثر مما كنا نتوقع رغم أن هناك تدخم رغم أن هناك أوضاع اقتصادية سيئة ولكن الآن الشعب التركي وميزة الشعب التركي أن هذا الشعب التركي يركز على مصلحة الوطن بالدرجة الأولى فهم يعتبرون هذه الانتخابات انتخابات مصيرية خاصة هذه السنة تبان ذكرى مئوية لتأسيس الجمهورية فلذلك الشعب التركي مدرك تماما أن هذه الانتخابات انتخابات مصيرية وتحالف الشعب وتعالف الأمة في الحقيقة لهم تصريحات وكذلك منظمة الفككة الإرهابية قادة المنظمات الفككة الإرهابية في الآمنة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة كل يوم يدلون تصريحات كلها ضد الشعب التركي وضد الجمهورية التركية فلذلك الجمهور والناخبين متأسرين من هذه التصريحات وكذلك تصريحات قادة المعارضة من وقت لآخر تصريحات في صالحنا في الحقيقة والشعب يدرك هذه الحقيقة طيب أولي أنت بجل خبير في الانتخابات ولك باع طويل الحزب وتحالف الجمهور الحزب الحاكم ممكن يأخذ الدئي في الانتخابات ورئيس أردوغان هل ممكن يربح من الجولة الأولى من الجولة الثانية ما توقعاتك أنا أتوقع أن السيد أردوغان سيحصل على أعلى نسبة في حياتي السياسية في هذه المرة في هذه الانتخابات وفي الجولة الأولى أردوغان إن شاء الله سيحصل الأمر فأنا أتوقع في الجولة الأولى أنه سيحصل على أكثر من 52% اليوم أيضا تأكد من هذا الرقم حينما تجولت وبكرة أيضا كمان سأتجول بين الناس الكل الآن يركزون على أن أردوغان وعلى حزب العدالة والتنمية وسيصويتون في صالهم أنا تجولت يعني ما إن شاء الله اليوم يعني في إقبال كبير على أردوغان وعلى حزب العدالة والتنمية أنا أستطيع أن أقول بأنني أؤكد مرة أخرى وأكرر مرة أخرى أن أردوغان سيحصل على أعلى النسبة في حياته السياسية في هذه الانتخابات وإن شاء الله سيحصل الأمر في الجولة الأولى السيد إمرو الله إشلر رئيس لجنة الشباب والرياضة بحزب العدالة والتنمية الحاكم كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من عنقرة شكرا جزيلا لك سيد إمرو الله وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من إسطنبول السيد سركان أسجان المتحدث باسم حزب المستقبل الذي يترأسه السيد أحمد داود أغلو رئيس الوزراء السابق وسيد أسجان هو مرشح حزب الشعب أيضا في إسطنبول سيد سركان أحييك على الجزيرة مباشر وابتدأ أن أنا بتأكيد أعلم أنك استماعت لكل حديث السيد إمرو الله إشل القيادة بحزب العدالة والتنمية وهو يقول أن سيد أردوغان سيحصل على نسبة تاريخية في الانتخابات القادمة وسينويها من الجولة الأولى وحظوظ تحالف الجمهور وأكبر كثيرا من حظوظ تحالف المعارضة أريد أن أبدأ بهذه النقطة وتوقعتك أنت أيضا سيد أحمد أحييكم وأحيي كل المشاهدين وأحييكم من إسطنبول أنا أيضا شخص أحب الرياضيات ولذلك بدل من أن نقوم بالخناق مع الرياضيات يجب أن نقوم بالنظر والاتخاذ بعين الاعتبار الاستطلاعات التي تكون متنوعة في مدن ومحافظات مختلفة وفي غالي لبيها نرى أن التحالف الأمة سيحصل على نسبة كبيرة في هذه الانتخابات وأريد أن أتحدث لكم عن شيء آخر أنا أزوع الماضي كنت في محافظة طونيا وكنت في بورسة في محافظة بورسة وفي كل المحافظتين أقيت لمدة يومين وكنت أتجول في الشوارع وحاولت أن أتحدث مع الشعب ومع المواطنين وكان هناك شيء واضح لاحظته هو أن كما تفضل سيد أمر الله إشلال أعتقد أن هذا الانتخابات سيكون مختلفة في هذه المرة وأعتقد أن الانتخابات ستكون مؤلمة بالنسبة لأردوغان ولحزب العدالة والتنمية وأنا أرى أن الحزب بدأ وكذلك السيد الرئيس بدأ في سياسته مشاكل وأنه يقوم باستقطاب المواطنين والفئات المجتمعية الاستطلاعات الرئيس تشير إلى أن تحالف الأمة بشكل قوي في البرلمان وكذلك في الرئاسة سيفوز بشكل بارز وبشكل واضح يعني أعتقد سيد سوركان وبالتأكيد أنت أدرى مني أن صدقية استطلاعات الرئي في تركيا عليها علامات استفهام كبيرة حتى في أكثر من الانتخابات كانت الاستطلاعات تقول أن أردوغان سينهزم حزب العدالة والتنمية سيتراجع بشكل كبير وفي النهاية النتائج تكون عكس كثير من استطلاعات الرئي بجانب أن البعض يقول أن استطلاعات الرئي في بعض الأحيان تكون مدفوعة الأجر والأجر من قبل الأحزاب المعارضة أليس هذا صحيحا سيد سوركان أم لا سيد أحمد طه سيد أحمد طه أنا طبعا أعرف ووجدت فرصة لأن أتعرف على سياسة حزب العدالة والتنمية وأنا شخص لي خبرة في هذا المجال أن حزب العدالة والتنمية هو في سدوة الحكم منذ 21 السنة وفي الانتخابات الماضية كل الاستطلاعات الرئي طبعا كانت في الغالب يتم نقاش حوله ولكن اليوم نرى أن المعارضة لا تدعي أن الاستطلاعات الرئي مدفوعة لها ولأول مرة حزب العدالة والتنمية يشتكي من استطلاعات الرئي ومن هذه الشركات وهذا يشير إلى أنه لن يفوز ومن قبل المعارضة كانت تتهم الشركات الاستطلاعات الرئي واليوم نرى العكس أن حزب العدالة والتنمية بعد 21 سنة يشتكي من هذه الشركات ومن الاستطلاعات طبعا أنا أتابع الميادين ومن خلال حواري وحديثي مع الناس ومن خلالي أتعرفي على مشاعره أنا بشكل واضح أرى أن التحارف الشعب بشكل قوي سيفوز في هذه الانتخابات سيد تركان وبالتأكيد أنت أدرى مني بما يقال ضد حزبكم حزب المستقبل وضد سيد أحمد داود أغلو رئيس الحزب وأنا متأسف لكن دعني أستخدم هذه الكلمة أنكم خمتم مبادئكم عندما ذهبتم وتحالفتم مع حزب الشعب الجمهوري والذي يتضاط في مبادئه مع الكثير من مبادئ حزب المستقبل وما يدعو إليه السيد داود أغلو يعني قدمتم بعض المصالح الانتخابية على حساب مسألة المبادئ السياسية والمبادئ الأخلاقية لحزبكم ولمشروعكم كيف تردون على مثل هذه الاتهامات شكرا جزيلا على هذا السؤال بشكل واضح في السنوات السلاسة الأخيرة في تركيا مع الانتقال إلى النظام الرئاسي أعتقد هناك تدهور في كل الأصعدة فهناك المؤسسات تضرر بشكل كبير والحقوق أيضا والقضاء تضرر وبشكل خاص الوضع الاقتصادي في تدهور والشعب بدأ يفتقر يوما بعد يوم وهناك حالة سيئة فلذلك القيم والمبادئ مبنية على مكافحة الفقر اليوم القيم هي أن نقوم ببناء القضاء وفوقية القضاء ويجب أن نقوم بتأسيس ذلك اليوم القيمة هي أن نقوم بالتعامل مع البشر على أساس كرامة للإنسان وأن نبدي لهم قيمة فهذا هو النقطة التي افترخنا فيها مع حزب العدالة والتنمية وكذلك كما تعرفون أن سيد داوت أغلوب كان معهم ولكن افترخ وانشقع عنهم وهذا هو السبب القيم نرى هذه القيم لا يقوم بها حزب العدالة والتنمية ونحن نمثل حاليا هذه القيم وهذه المبادئ هذه المنظومة الأخلاقية فاليوم اجتمعنا مع ستة أحزاب من أجل وهناك كادر سيقوم بسياسة من أجل الحفاظ على ومن أجل الحفاظ على هذه المبادئ وكذلك أيضا عندما تتغير الظروف السياسية ربما سنتخذ موقف مختلف فاليوم قبل الانتخابات هناك اتفاق وهناك تحالف تم تأسيسه قبل الانتخابات وهذا لا يعني أنه بعد الانتخابات سنكون جزء من حزب الشعب الجنفي فلدينا قيم مبادئ ولدينا سياسة ولدينا إدعالوجية مختلفة ولكن اليوم الوضع السيء الذي تمر منه تركيا يجب أن يكون هناك توحد وهناك اتحاد من أجل أن نخلص من هذا ونحن نفكر بأن في هذا التحالف سنجتاز هذه المشاكل فلذلك نحن هنا سيد أسجان دعني مثلا ألقي عليك مثال في مسألة الاختلاف بينما يقوله حزبكم والسيد داود أغلو وبينما يقوله وسيد كليتشدار أغلو سيد كليتشدار اليوم كان يقول يجب أن يعود كل اللاجئين وكل السوريين إلى بلادهم مرة أخرى تركيا ليس لديها من الإمكانات الاقتصادية ما تعطيه لهؤلاء وينسى أن ما زالت هناك حرب قائمة وما زال هناك نظام يعني يتهم بقتل شعبه بشكل أو بآخر ويتعامل مع الناس ومع البشر يعني حتى من ناحية من ناحية المصالح والاقتصاد وليس حتى من نواحي مهمة أخرى على عكس الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية فهل تتفقون مع كليتشدار أغلو مثلا في هذه النقطة ترحيل كل السوريين وعودتهم إلى بلادهم بهذا الشكل أولا بشكل واضح يجب أن أؤكد على نقطة وأنا أتحدث باسم حزب المستقبل وأن السياسة المتبعة في سوريا هي سياسة تقوم بقتل مواطنيها ويجب أن يعيش الجميع بكرامة في كل أنحاء العالم فالسوريين اضطروا وبسبب ما قتلوا وكانوا يقتلوهم ويرقدمهم لجأوا إلى أراضينا ولكن كما تعرفون هناك مشاكل اقتصادية هذا من جانب وكما تعرفون أن النظام في تركيا أصبح في وضع صعب وهذا الموضوع يجب أن لا يتم النظر إليه على أساس الأنصرية فهذا هو حدث نعم تطور جديد وكما أن هناك 85 مليون من المواطنين الأتراك يعيشون بكرامة فكذلك أيضا المواطنين السوريين يجب أن يعيشوا بكرامة وبنفس القيم وبنفس القيمة فنحن كطاولة سوداسية فنحن نضع فكرة جديدة ونقول أن هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذا البلد يجب أن لا تتحمل تركيا لوحدها هذا الأب الكبير في المنطقة وكذلك الدول المنطقة والاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحملوا جزء من هذا الأب في حال لو لم نقوم بسياسة وعندما يتم الحوار كما يجب مع الانطام السوري مع سوريا وكذلك عندما يكون هناك ضمان من الاتحاد الأوروبي وعندما يكون هناك ضمانات أعتقد أن الأخوة السوريين سيعيشون سيرجعون إلى بلادهم وبكرامة وبعدما يتم توفير الأمن هناك وهذا ما يقوله كريشتار أغلو وأحزاب المعارضة فبعدما يتم توفير كل الشروط والبنية والاستقرار فسيتم إرسالهم ولكن هذا لن يكون على أساس الأنصرية ونحن نرفض هذا ونحن كلنا نعرف أن هؤلاء الناس نعم مظلومين سيد أسجان لعل ما طرحته الآن كانت نقطة تبدو فيها وجهات نظر مختلفة وهذا ما يقوله البعض يقول أن هذه الطاولة السوداسية لم تجتمع على شيء إلا للإطاحة بها الرئيس أردوغان لكن بعد ذلك ستتفرق ولا يوجد أي ضمان يعني يجعل الطاولة السوداسية تستمر أو حتى كريشتار أغلو يعني ينفذ ما وعد به وأن يكون هناك حكم تشارك إلى آخره بعض يقول أن كلتشدار أغلو وحزب الشعب الجمهوري يستخدمكم كما الأحزاب الأخرى للوصول إلى سدة الحكم ولا يعطيكم أي ضمان حقيقي لتنفيذ أجندة الطاولة السوداسية بشكل عام وإشراككم في الحكم بشكل حقيقي وجوهري كيف تردون على ذلك سيد أحمد طه الأستاذ أحمد طه أنا من ذو تأسيس الطاولة السوداسية فكانت هناك مواضيع مختلفة وملفات مختلفة وفي اللجان المختلفة كنت أنا أشارك في الأعمال المشتركة بين هذه الأحزاب وكانت هذه المبحثات وهذه الأعمال كلها مبنية على الثقة والمتبادلة وكل السياسيين الذين اجتمعوا حول هذه الطاولة كانت الأمور بشكل شفافية وبشكل واضح كانوا يتحدثون بكل وضوح وكان هناك أوراق وهناك أوراق ووثائق تم التوقيع عليها من قبل الجميع على سبيل المثال كيف سيكون الانتقال إلى نظام البرلماني المعزز وكيف سيكون مرحلة الانتقال والمؤسسات التي نعم التي تعاني من مشاكل كيف سيقوم نقوم بإصلاحها وكذلك التكنولوجيا والصحة والتعليم والزراعة وفي كل المجالات فهناك طبعا كما تعرفون كانت هناك خريطة طريق تضم عنوين رئيسية ويتفرع منها 2300 وعادة في شتى المجالات وهناك توقيع من قبل الرؤساء الأحزاب المعارضة ونحن جهزنا هذه الوثائق وهذه الوعود وعمتنا عليها وتم مشاركتها مع الشعب وتم التوقيع عليها من قبل سيد تركان عفوا أنا آسف للمقاطعة لكن لضيق الوقت سيد تركان عفوا سيد تركان ما الضامن هذه وعود على ورق ما الضامن أن ينفذها كلتش دار أغلو إذا وصل إلى سدة الحكم وإلى رئاسة الجهود ما الضامن ما الضامن القانوني الضامن الدستوري الضامن الحقيقي ليس كلمة يعني أن الاتفاقات التحارفات السياسية أولا يتم التوقيع عليها وكل السياسيين نعم الأوثوقين نعم يبقون صادقين ويصدقون في هذا الأمر في حال لو كان عكس ذلك سنتحدث وسيؤدي إلى مشاكل وسنتحدث عن هذه الأمور السيد سركان أسجان المتحدث باسم حزب المستقبل المعارض كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول شكرا جزيلا لك سيد سركان في نهاية المسايا أشكركم على طيب المتابعة نلتقيكم غدا بإذن الله في مساياة جديدة في رعاية الله وعبنه اشتركوا في القناة